حيوا الاجل المغمراتي يا حي مركوب الثلاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنك يا ربنا دائما طلب السدادة والتوفيق والنجاح على بركة الله أعلنت بداية وانطلاقة هذا الشواط رابع الأشواط في هذا المساء الذي خصصا لسن زمول الإنتاج ومن مسافة السبعة كيلومتراتي المسافة المقررة لهذا السن وهي الرحلة المصاحبة لأحداث ووقائع هذا الشوط ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي على قلوبنا وعلى قلوب الجميع مهرجان سيدي صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة والسعود يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه وفي النسخة الثانية الذي يقام على أرضية ميدان الضائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة متابعين الكرام هذا الشوط لا يقل أعملية عن غير من الأشواط ويحمل في طيات الأسماء القوية والشعارات التي لها تقلها ووزنها في مثل هذه المحافل ومثل هذه المهرجانات أذهب إلى مقدمة هذا الشوط الصدارة والقيادة مع دابان مع المركز الأول حاسن بن سعد القرشي هو المتقدم مع المركز الأول مع انطلاق الدابان مع الصدارة ومقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات مع ثاني الأسماء يصل الفائز ليحتل المركز الثاني رايد من دخيل الله العيني القرشي مع ثاني المراكز ومع ثاني التحديات والانطلاقات يقدم الفائز وانطلاق الفائز في مركز الوصافة المركز الثالث وتابع القادم في هذه اللحظات الوصول والقدوم والانطلاق من قبل جبار لعبد الله بن حنس في مسحة للمقاطي الاعتبي يقدم جبار مع المركز الثالث المركز الرابع يتقدم مثير عبد الله بن بندر بن وجب المغيري مع المركز الرابع وخامس المراكز هذا الشعارات بدأت بالقدوم والوصول شعار في هذه اللحظات البطين هو المتقدم مع خامس المراكز يقدم لنا هذا الانتفاع وهذا الوصول المميز مع خامس المراكز مع خامس التحديات يتقدم قليل بن سالم بن حمد البطين المري ليقدم العمال مع المركز الخامس النداء الأول للمراكز المتقدمة أجممناه على مسامعكم ولكن نعود إلى بداية هذا الشعور وإلى المركز الأول دابان مع البداية دابان مع صدارة هذا الشعور حسن بن سعد القراشي يقدم لنا دابان واندفاع دابان مع المركز الأول ومع الصدارة الفائز في الملازمة يتقدم الفائز في هذه اللحظات رايد بن دخيل الله القراشي من يقدم لنا الفائز في هذا الشعور وانطلاق الفائز مع المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث يصل للمغيري ليقدم لنا مثير عبد الله بن بدر بن وجب المغيري الاعتبي مع المركز الرابع المركز الخامس وصل أو المركز الرابع العمال لخليل بن سالم بن حمد البطين المري والمركز الخامس أتابع هذا الوصول وهذا القدوم من قبل هذا الشعار المميز الذي بدأ بالظهور القادم ملك في هذه اللحظات مرحبا بك يا ملك حسين بن علي بن محمد بن مهيدي القراشي هو المتقدم في هذه اللحظات مع خامس المراكز ولكن العودة إلى دابان مع المركز الأول هذا الإمام النأمان يتقدم مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط على ما يبدو لصاحب الشوط الرئيسي في السباق التنشيط الأول يتقدم في هذا الشوط في أشواط الانتاج والمنتجين بحثا عن الفوز والانتصار دابان مع المركز الأول حاسن بن سعد بن حسن القراشي الفائز في مركز الوساطة رايد بن دخيل الله القراشي هو المتقدم مع ثاني المراكز يقدم لنا الفائز مع المركز الثاني راح الأغزيل هو المتقدم في هذه اللحظات المركز الثالث العمال وصل العمال في هذه اللحظات ليتقدم خليل بن سالم بن حمد البطين المري يا سلام واصل مع ثالث المراكز يقدم لنا العمال وشعار العمال الغني والقوي الحاضر دائما لكل المهرجانات وكل كرنانات يتقدم في هذه اللحظات العمال مع الثالث المراكز خليل بن سالم بن حمد البطين تابع يا العملاق تابع هذه الانطلاقات وانطلاق العمال مع ثالث المراكز ولكن رابع الأسماء وصل في هذه اللحظات وتقدم عجلان لصلاح بن محمد بن حمود الاعديني ولكن القادم جبار عبد الله بن حرس الاعتبي وأيضا مثير يصل مع خامس المراكز عبد الله بن فندر المغيري العودة إلى البداية إلى دابان 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 مع المركز الأول حاسن بن سعد القرشي يقدم لنا دابان مع البداية ومع صدارة هذا الشوق الله الله على دابان يتقدم مع المركز الأمامي ولكن العمال من الجانب الأيمن بدأ بالقدوم والتقدم والانطلاق الملحوظ يتقدم شعار البطين مع المركز الثقني وابناء عجايب يطالبونك بالسلام يا خليل يا بن سالم يتقدم العمال في هذه اللحظات الفائز مع المركز الثالث راية بن دخيل الله الأوعيلي القرشي المركز الرابع القادم في هذه اللحظات وصل مع المركز الرابع وصل عجلان لصلاح بن محمد بن حمود الإعداني مع المركز الرابع يقدم لنا عجلان مع هذه المعركة الرابعية ليصل إلى المركز الثالث في طريق الانتزاع المقدمة ولكن المركز الخامس مرحبا بهذا الوصول ومرحبا بهذا القدوم الملحوظ ملك هو المتقدم في هذه اللحظات أحسين بن علي القرشي هو المتقدم مع المركز الخامس يقدم لنا ملك في أول ظهور له في هذا الموسم يتقدم ابن الميدان أحد الأبطال الممثلين لميدان الطائف يقدم لنا ملك مع المركز الرابع هذا الاسم الأسطوري هو الغني عن التعريف ومن فينا من لا يعرف الملك هو المتقدم مع المركز الرابع ولكن العودة إلى البداية إلى صدارة هذا الشوط يا سلام الله يا عجلان 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 تسلل إلى المقدمة وانطلق مع المركز الأول الله 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 عجلان مع البداية صلاح بن محمد بن حمود الأعديني مع صدارة هذا الشوط ومع هذا الاندفاع الأمامي مع المركز الأول يتقدم هذا الشعار صلاح بن محمد بن حمود الأعديني يقدم عجلان واندفاع عجلان مع صدارة هذا الشوط ومع المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني القادم الفايز وأيضا القادم والمتقدم في هذه اللحظات وصل الحشيم في أول ظهور لعبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري وأيضا القادم بكل قوة وصل يزيد بن محمد بن خالد بن شفلوتيق أحطاني الشبابي الشبابي مع المركز الرابع ملك مع المركز الخامس إحسين بن علي القرشي ولكن نعود إلى عجلان 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 مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط يتقدم عجلان مع المركز الأول ومع الصدارة ولكن الحشيم 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 في ثاني المراكز عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري يتقدم مع المركز الثاني ولكن الشبابي 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 وصل الشبابي يزيد بن محمد بن شفلوتيق أحطاني مع المركز الثالث ملك يحتل المركز الرابع إحسين بن علي القرشي والقادم بكل قوة المتقدم في هذه اللحظات عايض بن مسفر بن عايض الرزق العجمي مع نجران نجران أعود إلى الحشيم وإلى انطلاق الحشيم عبد الهادي بن راشد بن شير المري مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوق يقدم الحشيم وهذا الانطلاق مع الصدارة ومع المركز الأول يتقدم الحشيم ولكن عجلان والشبابي الشبابي بن شفلوت بن شفلوت عجلان عاد من جديد عجلان عجلان الله 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 الشبابي يا بن شفلوت الشبابي الشبابي يزيد بن محمد بن شفلوت القحطاني عاد الحشيم بن نجر بن نجر اللحظات الأخيرة الأمتار الحاسمة ولكن بن نجر بن نجر الحشيم الحشيم عبد الهادي بالراجد بن نجر المري التهاني والتبركات لمالك هذا الشعار ولمالك الحشيم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز في هذا الشوط تهانينا والف مبروك لمالك الحشيم عبد الهادي بالراشد بن نجر المري بطلا لهذا الشوط تهانينا والنماس لكي الغفراني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز الثاني المركز الثاني وصل عجلان مع ثاني المراكز صلاح بن محمد بن حمود الاعدين المركز الثالث الشبابي يزيد بن محمد بن شفلوت القحطان المركز الرابع وصل فيه باللحظات مع المركز الرابع المركز الرابع كان الوصول على ما يبدو لي من شعار بن ربيح علي بن عبدالله وعلي بن ربيح بن عبدالله الرزق العجلي والمركز الخامس وصل نجران عايض بن مصر بن عايض اليومي التاني والتبريكات لمالفي الحسيب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار عبدالهادي بن راشد بن نشير المري والتوقيت الزمني توقيت الزمني 11 دقيقة 58 ثانية 54 جزء من الثانية توقيت صاحب المركز الأول الحشيم لعبدالهادي بن راشد بن نشير المري بطلا لهذا الشوط من خلال تقدم الحشيم مع المركز الأول عجلان ثانيا صلاح بن محمد العديني 12 ثانية 12 دقيقة المركز الثاني التوقيت الزمني 12 دقيقة بدون أي ثواني وخمسين جزء من الثانية توقيت صاحب المركز الثاني المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مع المركز الثالث الشبابي يزيد بن محمد بن خالد بن شفلوت المري والتوقيت الزمني 12 دقيقة ثانية واحدة وأربع أجساء من الثانية توقيت صاحب المركز الثالث في هذا الشوط رابع المراكز ورابع التحديات المركز الرابع صاحب المركز الرابع في هذا الشوط بالفعل صاحب المركز الرابع مزاحم لعلي بن ربيع بن عبدالله العجوي والمركز الخامس نجران عايض بن بسفل بن عايض اليوم التهاني والتبريكات لمالك الحشيم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز